السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ البرنامج اصبح يناقش اهم القضايا المعاصرة شكرا ونستفيد منه الكثير فهل من الممكن طرح قضية الزواج متى يجب؟ وهل يجوز اذا اتمت المرأة عمرا متقدما ولم تجد من يساند او يعولها؟ وكيف تتقبل رفض المجتمع الذي يأبى ذلك له؟ اه وكأن بقيت السؤال واصلة هو ما اكملش وكأن السؤال لو انا فهمت يعني ان انا اتكلم على ان الجواز من الاشياء التي ليست واجبها يعني المرأة اذا تعدت سن معين فليس هناك مشكلة ان هي تبقى بلا زواج ونتكلم عن ده ان هي ما تستحقش ان الواصلة اللي بتصمها بيها المجتمع وده وات في الحقيقة موضوع مهم جدا 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 وانا شكرا ان صاحب او صاحبة السؤال فتحوا البابل ده فان شاء الله نتكلم عن الموضوع ده كلاما متسعا بس الكلام هنا بيطرح مسألة مهمة جدا وهي مسألة قضية الزواج متى يجب؟ الجواز في الحقيقة بتدور فيه الاحكام الخمسة هو الاصل عنده كثير من المذاب ان 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 الزواج الاصل الحكم الاصل فيه وان هو مستحب طيب يعني ايه؟ لو انت قادر تتجوز ونفسك تميل الى الزواج تزوج وعتبقى عملت كده شيء مستحب تخد تسابه على فعله ولا تعقب على تركيه لكن الجواز بتدور فيه الاحكام الخمسة واحد ممكن الجواز في حقه ويكون واجب واجب ليه؟ لانه نفسه تطوق اليه وهو يملك القدرة فعليه انه هو يتزوج وإلا سأقع في الحرام نفسه تطوق اليه الزواج وهو قادر على الزواج يروح يتزوج فإلا حاصل يبدأه تلو الزواج في حقه واك واحد تاني لا ليست نفسه تلح عليه بهذا الالحاح ولكن هو يريد الزواج فإلا حاصل فالزواج بالنسبة له مستحب لا شخص متساوي عنده الأمرين هو مش مهم بالنسبة له إلا حاصل الجواز بالنسبة له ويبقى ممباح لا ده واحد إلا حاصل الجواز ممكن بالنسبة له يكون مكروه ما عندهش رغبة في الجواز طب الأفضل ليه انه هو يعمل ايه؟ يتفرق زي ما الإمام الشفعي كان بيقول كده إنه كان يرى إن الشخص اللي ما عندهش نفسه حاملة أو أو داعية حاملة للجواز إنه هو يتفرق لطلب العلم ويتفرق للتنمية ويتفرق لأشياء كثير طيب وممكن الجواز يكون عنده واحد حرام هو لا عنده قدرة ولا عنده مكنة ولا عنده اي حاجة هو عايز لم فما تجوز ده؟ فلو تجوز وهو على الحالة الرضية دي إيه اللي حاصل؟ لو تزوج على الحالة الرضية دي هو ما عندهش قدرة على الجواز وما عندهش لا قدرة مادية ولا قدرة جنسية ولا قدرة على كده وهي خب على الناس وعي آه لا ده حرام عليه إنه هو يعمل الكلام ده كله طيب إيه الشاهد بقى؟ الشاهد إنه لو إني فتيات لم يجدنا من يتزوجهن إيه المجتمع القاسي ده؟ اللي يعمل وصم البنات دول ده مجتمع قاسي ومش بس مجتمع قاسي مجتمع كمان محتاج يتق الله يتق الله في بناته العفيفات يتق الله في بناته اللي هم في الحقيقة هم راغبين في شيء بس ربنا سبحانه ده جعل قدرهم وجعل قسمتهم إن الجواز يتأخر عليهم أو إنه مجيش خالص فهون أول حاجة هن لسنا آثمات خالص هم ما تركوش واجب خالص فهي مش واجب عليها إنها تروح تتجوز أي جوازة وأنا بقول للبنات إيه وعيد تتجوزي أي جوازة تتجوزي جوازة محترمة طريق بيكي وتتناسب معكي لأنه نحن بنشوف اللي بيحصل طب هل أدوات أنا بساعد الناس ساعد البنات أنها تعزف عن الزواج أبدا لكن بساعد بساعدون على النوع يتزوجنا من الأكفاء ما تتجوزيش حد يخليكي في حياة أشبع بحياة الجحيم لا اتجوزي اللائق بيكي تزوجي الشخص اللي مناسب لك وهو دوات اللي يخليكي تحافظ على كرامدك ونزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لمرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق فمتعمليش كده متحمليش نفسك ما لا تطيقي عشان نظرة المجتمع لا احنا نستمر في الكلام ونغير نظرة المجتمع ونغير الطريقة اللي بالمجتمع به في بنظر للمرأة التي تأخر زواجه نحن اللي نبطل الناس اللي هم مش فاهمين الشرعة هم اللي يبطلوا مش البنات العفيفات هم اللي يروحوا يتزوجنا أي زيجة عشان يخلصوا من كلام المجتمع ويخلصوا من نظرة المجتمع لا أنا آسف لابد أن احنا نتواصى بالمعروف ولابد أن احنا نتواصى بالتقوى ولابد أن احنا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاسم والعدوان النيل من أعراض البنات أو القسوة عليهم أو محاولة يقعهم في الحرج وأن هم يعملوا حاجات مش مناسبة ليهم ده حرام ولابد أن المجتمع يمتنع عن ده ما نكونش عونا للشيطان على بناتنا ولا عونا لأنفسهم الأمارة بسوء أن هي تحطهم في مواطن الزلل ولا في مواطن الوجع أي حد هيوجع بنت أنا بقوله لو حد سألني لو حد قال لبنت تقدم بيها العمر الألفاظ اللي احنا نسمعها فتوجعها ده يدخل في قوده صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفا اتقوا الله في قلوب البنات واتقوا الله في كلمتكم لأن الكلمة كما أنها ممكن تكون صدقة ممكن تكون والعزب الله كبيرة فمحدش يوجع حد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حرام عليكم أعراض البنات وحرام عليكم كلام كمان الكلام عن البنات بما يوجعهن النفس الإنسانية الباطن بتاع البنات آدم ده قلبه ده حرام عليك إن أنت تيجي جنبه وتوجعه بلاش أربع حاجات والأربع حاجات دي ممكن توقع ممكن توقع أصحابه في الحرام بلاش السؤال الأسئلة دي مش حرام لكن إنت لو قاصد تقولها عشان توجع أخوك حضرت النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي فلو أنت بتسأل السؤال ده عشان توجع أختك حرام عليك ما تسألهاش السؤال ده إنت ليه اتأخرت في الجواز بلاش السؤال ده من حسن إسلام المرء تركه وما لا يعنيه هذا لا يعنيه كي عايزة تسأل تطمئني ادعيلها ما تقول لهاش كده وادعيلها كمان بظاهر رغبة عشان ما تتوجعش ما تجيش تقول له الكلام ده بهذه الطريقة يعني اتقوا الله في النساء الحاجة الأولينية ما تسألهاش انت ليه ما تجاوستيش دلوقتي السؤال معروف إلا إذا كنت بتسأليها عشان تجيب له عريس ماشي لكن لو بتسأليها عشان تطميها ولا توجعيها لا اتق الله فيها وانا قلت هي جملة من الاحاديث توصلنا الى ان لو كان الغرض من هذا السؤال الا ده غرض غرض خبيث وغرض حرام ان انت توجعي واحدة وتسأليها السؤال ده لا لشيء الا لانها تنت بتوجعيها كمان لو ان هي تقدم بها السن وانت حضراتك جاي بتقول لها كده بتقول لها برضو انت لسه ما تجاوستيش لغاية دلوقتي اه انت يعني ايه لسه ما تجاوستيش لغاية دلوقتي زي واحد بيقول له انت شايف واحد نايم على السيف بيقول له انت نايم وما لا كان بيعمل بيمطر السريل فسؤال والعزو بالله سؤال عبثي ويريته هيبقى عبثي في نفسها لكن هو يوجعها ويزيها ده كمان لازم نمتنع عنه وليس من الشرع ان احنا نعمل الكلام ده يبقى لابد ان احنا نتقل الله سبحانه وتعالى طب حد يقول لي انت ليه كلمت في الكلام ده بهذا الشكل انا يعني كم الوجع اللي انا ما بحبهوش انه يحصل في قلوب البنات وخاصة في الظروف اللي احنا فيها دي ارجوكم ما تجمعوش على البنات واجع ان هم كمان بيشتغلوا وبيتعبوا وبيشقوا وكمان تجمعوا عليهم الكلام الجارح استوصوا بالنساء خير فما اكرمهن الا كريم على فكرة ما اكرمهن الا كريم مش بس في الجواز وفي المجتمع كمان عايزين عايزين نبقى مجتمع كريم ما نهنش للنساء ما نهنش كمان اكرم من فينا فعشان كده نتقل الله سبحانه وتعالى فيهن